بساعة الخير ازايكم يا بنيات عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير كل سنة والطايبين بمناسبة دخول للجماعات والمدارس يا رب يكون عام دراسي سعيد وموفق على الجميع يا رب كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات عن ميكا بالجامعة وإيه الحاجات اللي تاخديها وإيه الحاجات اللي تستعمليها وبعد الفيديو اتسألت طيب إيه الحاجات اللي ممكن ناخدها معنا في شنطة الجامعة شوفي هقولك على حاجة الفيديو النهاردة يمكن يكون متأخر في ناس النهاردة راحت الجامعة وفي ناس لسه ما نزلتش بس أنا قلت برضو ايه؟ هعمل الفيديو وهقول على يعني مقترحاتي لأنه كل واحد بيبقى له وجهة نظر غيري التاني فقط فراجي على الفيديو بتاعي وفراجي على الفيديو بتاعي وشوفي ايه هتستفادي ايه من كل حد فينا كل واحد ليه رؤية مختلفة عن التاني وكل واحد عنده اقتراحات غيري التاني وفي الآخر انت ليك شخصياتك المستقلة اللي بتاخدي من اللي انت بتقوله اللي بينسبك وبتاخدي من مثلا اي حد تاني اللي بيقوله فانت بتحاول انت تجمعي شنطتك على حسب ما انت عايزة بس في الآخر انت بتعملي الحاجة اللي مناسبة لك انت فأنا هقولك النهاردة على مقترحاتي اول حاجة طبعا لو انت وبنوتها في الجامعة فانت لازم يكون معاك شنطة كبيرة ما تاخديش شنط صغيرة طبعا يعني وشنط كبيرة بمعنى كبيرة مش قصدي حجم متوسط لأ حجم كبير كبير يعني على قد ما تقدري كبري شنطتك تمام طبعا اول حاجة هكون معاكي الكتب الحاجات بتاعتك اللي هي الخاصة بالدراسة طبعا دي اول حاجة انت اصلا رايح حاجة معه عشان تدرسي دي اول حاجة تاني حاجة هيكون معاكي محفوظة كبيرة زي دي كده بصوا دي المحفوظة بتاعتي بس للأسف يعني هي فيها حاجات جواف انا مش قادرة بطراحة ان انا خضيها لان انا في اليومين اللي فاتوا هلكت مكتبات انتوا عارفين بقى تخولوا الدراسة كل سنوان طيبين مكتبات الكتب الخارجية الجلد الاحمر نقص فروح فرع مش عارفة فين الجلد المش عارفة اين نقص فروحي فرع مش عارفة فين سكتش مش عارفة ايه فبصراحة في اليومين اللي فاتوا انا يعني ايه سحلت زي ما بيقولوا فمش قادرة فاضي المحفوظة بس اي طبعا شكلها معروف محفوظة كبيرة على قد ما تقدر بحيث ان انت المحفوظة الكبيرة دي هتلمي فيها فلوسك المجمدة هتلمي فيها فلوسك الفكة هتلمي فيها كرن الجامعة بقى البطاقة لو فيه كرنية تأمين صحي اي ورق خاص بيك انت ماشي بيه هتحطيه هنا برضو حاجاتك ورقك ومتعلقاتك الشخصية كلها هتحطيها هنا هتبقى معاك المحفوظة الكبيرة بلاش تجيب المحفوظة الصغيرة اللي هي يعني بصوا دي دي اكبر من كف اليد يعني مرة ونص او مرتين فتاخد كل حاجة بصراحة بحط فيها حاجات كتير بتتمني وبتبقى حلوة حاول ان الحاجات في شنطتك تبقى متقسمة ما تكونش حاجات صغيرة 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 فالحاجات تتوه في الشنطة تقسمي الحاجات على كذا برتشن كبير يعني اوراقك وفلوسك وحاجاتك كلها حطيها في محفوظة كبيرة زي كده ادوات الميكاب اللي احنا قلنا عليها قبل كده حطيها في شنطة بتاعت ميكاب ادوات السكين كير اللي هنقول عليها دلوقتي حطيها في شنطة برضو بتوع الميكاب تبقى عارفة ان دي حاجات الميكاب دي حاجات السكين كير المحفوظة الكبيرة بتاعتك تبقى عارفة ان كل حاجة في حاجتها بحيث ان انت تبقي عارفة حاجاتك فين يعني حتى الامك وحاجاتك اللي انت هيجي بيها ممكن في دلوقتي اللي هي المقالم انا شفتها في انا مش عايزة اقول الاسم في سامير وعلي شفتها في سامير وعلي في مقالم شيك او معمولة غالبا لبنات الجامعة الوان شفافة احمر وبينك وبربل الوان جميلة طحفة وشفافة وصغيرة خالص طبعا دي اكيد مش معمولة للمدرسة دي معمولة لجامعة تحط فيها اقلامك تحط فيها حاجاتك برضو تحط فيها في الشنطة بحيث ان الالم ما يتوهش حاجاتك ما تتوهش دي برضو رذيزة قوي رفيعة وجميلة كده لقيت شكلها جميل يعني تمام فخلي الحاجات دي انا بقولك كده كذا ايه كذا برتشن كبير بعد الميكاب هتحتاجي لازم يكون معاك واحدة زي دي كده طبعا انا مش بقيدك بنوع انا بقوله عمو في العموم واحدة زي دي ازيباك طبعا مش هتاخدي منديل اللي هي الكبيرة اللي عالبت منديل ولا اللي هي ال 550 منديل دي حلوة اوي دي في 120 منديل تقريبا اي نوع بقي ناسبك النوع اللي انت بتحبيه بس لازم يكون معاك دي ما يفعش تمشي ومعكيش منديل لازم يكون معاكي وايبس صويرة زي دي برضو فيها 3000 نوع دي طبعا للإيد مش للوش ماكيش جنبهش خالص دي دي الإيد تمام لازم يبقى معاكي حاجة زي دي اللي احنا بنلمع بيها الشوز والشوز يعني طبعا عشان ما تحديش مايبقاش معاكي مثلا كذا حاجة او تنسي تحطي حاجة هتشفافة هتمشي مع كل حاجة يعني فهماني هتمشي مع كل الالوان بس دي برضو مهم لان الشوز بتاعك من ضمن الشيقتك تمام طبعا نضارة الشمس بتاعتك في الجريب بتاعتها او يتجيبي نضارة الشمس وتحطيها في الشنطة من غير الجريب نضارة الشمس في الجريب بتاعك ونصيحة مني لك ان نضارة الشمس بتاعتك تكون بتاعتك تكون اكبر من من حجم عينك شوية بحيث ان هي تغطي منطقة حول العين كلها علشان تبقى المنطقة دي محمية من الشمس لان المنطقة طبعا نعرفين المنطقة دي ضعيفة جدا يعني او بعد كده احنا كنا اتكلمنا عن او ال بادي سبلاش ان انت لازم اقم معاك البادي سبلاش بتاعك عشان تجدديه كل ساعتين كل تلاتة كده عشان ايه تدي النفسك او يعني او تعمل النفسك ريفرش كده فاي طبعا ايا كان النوع اللي انت بتستعمل يه احنا كنا قلنا قبل كده على انواع كتير وهعمل فيديو كمان على انواع تانية جبتها ارخص و طلعت حلوة برضو استعملتها فاقول لكم عليها بس يعني ايا كان لازم يكون معاك البادي سبلاش بتاعك ااا لو انت يعني من هواتي البرفين قوي فانا باقترح عليك ان انت يبقى معاك التسترات الصغيرة ده تستر بتاع رجانزة وده تستر تاني بتاع النقول تاني اي حاجات كده يعني ايه سيمبل كده صغيرة ما تحطيش طبعا الحاجات الكبيرة في الشنط لانها هتاخد مساحة وهتقل الشنطة فخلي معاك الحاجات الصغيرة دي ايه للشنطة تمام طبعا عمرك ما هتستغن يعن زبد البالمة بتاعك زبد الكاوي يعني او الفازلينة على حسب ما انت ما بتحبي مع ان انا افضل في الايام الاولانية اللي هي في الصيف اللي بالمة عشان تبقى فيها الاس بي اف عشان الشمس بس لو ما فيش استخدم اللي بالمة بتاعك استخدم الفازلين زي ما انت حبة بس لازم يكون معايك يعني اكلتي شربتي كده وتحطي لازم اللي بالمة عشان شفافك تبقى على طول ما تتأثرش دي حاجات الاسكن كير دي هتحطيها في الشنطة بتاعة الاسكن كير اللي احتفقنا اللي احنا هنعملها شنطتين في في شنط رخيصة اوي في اخر العنقود الشنطة في سبعة جنيه ونص وعشرة جنيه وبناشرة ونص لحد زي ما انت عايزة يعني مش لازم تجيبي حاجة غالية يعني في عماني مش لازم تجيب براندية هتعملي شنطة للسكن كير وهتعملي شنطة للميكب هتحطي الميكب بتاعك اللي انت اختارتيه من الفيديو اللي احنا عملناه وشنطة للسكن كير هتحطي في اول حاجة في اللي هي اللي بالم بتاعك او الفازلين اه تاني حاجة طبعا انت هتحطي ميكب وهتحطي سام بلوك زي ما اتفقنا فالسام بلوك انا ما قلتش المرة اللي فاتت انه هو لازم يتجدد كل ساعتين او تلاتة اه عشان لو مرة عليه ساعتين او تلاتة هيبقى ملوش لازم اخلص فهو يعني لازم يتجدد من ساعتين لتلاتة يعني ايه ماكسمام فانا كنت قلت قبل كده على المناظف بتاع جونسون ده فممكن تخديه معاكي كمناظف لبشرتك طبعا انت مش هتروحي هتخدي لغسول بتاعك ومش عرف ايه في الجماعة مش هينفع فممكن تنظفي بشرتك بحاجة زي كده لو انت بشرتك عادية او بشرتك جفة ده بديل حلو اوي برضو هتحط في الشنطة بتاعة فيه كمان حلو اوي بس هو خلص خلاص بس هو في نقطة بالزبط من عندي انا متكلمش عنه بس لسا هجيبه واتكلم عنه تاني الماء الميسلار بتاع لوريال ده حلو اوي في منه نوع تاني اللي هو الازرق تقريبا ده حلو اوي 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 وبينظف بعمق كمان وبينعش البشرة ده الجميع انواع البشرة حتى البشرة الحساسة ده برضو حل طيب هتشيلي لو انت تستخدم جونسون او لوريال هتشيلي بايه طبعا بالقطن بتاع ميكرا بتاخدي ده كله معاكي لا انا بعمل ايه انا وانا خرجة طبعا كلنا عندنا الاكياس دي اللي بنجيبها بتاعة التربون او بتاعة البندنات اللي احنا بنجيبها كمان كلكوا عارفين شكل الاكياس دي ماشي هتحط فيها ايه هتحط فيها يا ستي القطن بتاع اللي هو بيسموها الودانة اللي هو القطن بتاع الودان ده هتستخدمين او انت عايزت تعملي الميكا بتاعت العين او حاجة هتحطي في الكيس ده وهتاخد شوية من من القطن ده هتحطيه هن لو كيس عندك. اه لو متوفر عندك علبة زي دي. العلبة دي كنت جايبة فيها اه عارفين الفرش بتاعة الاي شادو اللي هي الصغيرة خالص دي. اه الفرش طرعت حقيرة فرمتها وقلت هستغل العلبة في كده. بقوم حطة فيها كم واحدة اه اه اللي هي الودانات دي. ومعاها اللي هو القطن بتاع الميكب ده او الميكب رموفر. بحطهم هنا بتنيهم كده نصين وحطهم هنا وقف عليهم وحطهم في شنطتي خلص كده ايه. شكرا على كده. لو عندك دي اوكي. عندك حاجة بديلة كده اي علبة يعني. اه اي اي حاجة صغيرة زي دي. اي حاجة تتقفل بس تكون محكمة ما تبقاش مفتوحة طبعا. هتخديها وتحطيها معاكي في في الشنطة. هتبقى دي كلها كده ادوات الايه اللي سكين كير. هتتحطك شنطة اللي سكين كير. تمام? آآ آآ عايز عشان الحاجات ما تتوهش فيها وعشان الدنيا ما تبقاش طيها. عشان تبقي عارفة انتي عايزة حاجة من من البرتشن. اعمنيهم كده 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 برتشن عندك في الشنطة. برتشن بتاع السكين كير. عايزة حاجة من الميكب هتمدي ايديك تاخد شنطة الميكب. آآ كل حاجة تبقى عندك في الشنطة. ما قلناش اه طبعا بدم هاخسل ايدي وهاكل وهاشرب وكده لازم اقمعها المرتب بتاع الايد بتاعي. آآ برضو اي نوع انت تختاريه طبعا واي نوع انت بتحبي دي كلها بصي دي كلها مقترحات. انت بقليكي كامل الحراف انت تاخدي حاجة اللي بتتريحك والحاجة اللي انت احبها. آآ يا رب اكون فتكم. آآ بتمنى بتمنى ليكم كل 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 التوفيق من قلبي. وارب اكون آآ عند حصن ظنكم دايما. وارب اكون الحاجات اللي بقولها بتكون بتفتكم. آآ بالتوفيق يا رب وعايزة اسمع عنكم كل خير. ولو عايدين اي حاجة قلودي وانا اعملها لكم ان شاء الله. آآ عام دراسي سعيد. عام دراسي موفق على الجميع. وآآ يا رب اشوفكم على خير بإذن الله. باي باي.